الزمالك بيعرض على فريرة الحصول على مستحقاته القديمة وشهر من الشرط الجزائي عشان ينهي العقد بالتراضي ده عرض نادي الزمالك لفريرة حتى هذه اللحظة وانا بكلمكم في هذا الامر فريرة رافض عايز ياخد مستحقاته كاملة مستحقاته كاملة اللي هي قيمة عقده بالكامل اللي من المفترض ينتهي في شهر سبتمبر اللي جاي يعني عايز ياخد مرتب لحد شهر سبتمبر اللي جاي عشان يمشي من نادي الزمالك ست شهور تقريبا يعني رقم كبير يعني هيبقى رقم كبير طيب طبعا انا مش قدر انصح في ريرة يعني مش قدر انا اواف معاك الله تقولي لو سمحتك في ريرة قدر وضع الزمالك واستحمل ومش هيسمعني اكيد يعني بس اللي قدر اقوله انه اجماعة رجاء يعني واحنا بنعمل عقود مع مداربين اجانب تحديدا مش مصين مصين بالحب بنخلص كل حاجة الاجانب مش بيهزروا الاجانب ما بيهزروش والله عايز نمشي اهلا وسهلا اديني فلوسي والله عايز نعود يبقى تسمع كلامي وتنفذ كل اللي انا عايزه عايز لعيبة عايز امشي فلان عايز اجيب فلان براحتي دول الاجانب الاجانب اللي من نوعية فريرة بالمناسبة يعني اللي هو يا كده يا كده فانا بصراحة مقدرش اقول مثلا ايه ان فريرة غلطان انه متمسك بحقوق مع نادي الزمالك وفي نفس الوقت انا برضو مشفق على نادي الزمالك انه خلاص فريرة مش عايز ادي هو خلاص هو مش مبسوط والنادي الزمالك مش مبسوط بيه وكل ده اللي بيتضر فيه الفرقة وبالتالي جمهور فالعلاقة مش هينفع تكمل في كل الاحوال وهو عنده حق والزمالك يستحق مننا المسندة وانه نقول الوضع بالنسبة له مش مستحمل كمان يخش في ازامات مالية اكبر يعني مش عارف اشتركوا في القناة